كان السرواح الحدث الأبرز خلال الأيام القليلة الماضية وما تزال حتى اللحظة أهمية أسكرية واستراتيجية بالغة تلعبها هذه المديرية في سير المعارك المحتدمة بين قوات الجيش الوطنية المسنودة بالمقاومة الشعبية وعناصر الميليشيا الإنقلابية فبسيطرة قوات الجيش على سرواح وتطهيرها بالكامل سيتمكن الجيش من تأمين جبهة نهم شرق صنعاء وإزالة أي خطر جانبي قد يواجه قوات الشرعية مستقبلا وزيادة على ذلك يعتبر الجيش الوطني باسطا سيطرته على كامل تراب محافظة مأرب بحكم أن سرواح آخر معقل الميليشيات الإنقلابية في محافظة مأرب وبالتالي ستؤمن لنا قطع الإمداد تماما عن جبهة فرضة نه وجبهة هيلان الواضح هنا أن العملية العسكرية في سرواح تسير وفق خطة محكمة اعتمد كما يرى كثيرون هنا على عنصر المباغة وهي من عكست على الأرض وحققت انتصارات متتالية تمثلت في السيطرة على مطار سرواح والسيطرة النارية على الطريق الرئيس الذي يشكل خط الإمداد الأهم للميليشيات إذن بالنظر إلى سير المعارك هنا فثم تفارق واضح بين تقدم كوات الجيش والمقاومة في سرواح هذه المرة وسابقاتها حيث كان الإنقلابيون يتحصنون في الجبال المطلة على مدينة سرواح وسوقها أما هذه المرة فقد بسط الجيش سيطرته على الجبل والوادي وينتظر مركز المديرية ساعة التحرير سيطرة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على التباب المطلة على مطار سرواح والتباب الذي كانت حصا فيها الميليشيات الإنقلابي التقدم الكبير والمتسارع الذي حققته قوات الجيش خلال الأيام الماضية ووصولها إلى مشارف خولان تحديدا أولى مناطق العاصمة صنعاء أحدث قلقا واسعا في صفوف الإنقلابيين حيث سارعت قيادة الإنقلاب بالالتقاء بقبائل الطوق فارضة رقابة مشددة حسب مصادر قبلية في محاولة إعاقة تقدم قوات الجيش لا تخلو هذه المعارك في الطريق إلى العاصمة صنعاء من سقوط قتلى وجرح من الطرفين ولا هناك أرقام محددة للضحايا لكن المؤكد أنها تزيد من ضراوة القتال وحدة المواجهات على مختلف الجبهات خليل الطويل قناة بلقيس من منطقة سرواح ترجمة نانسي قنقر